اشتركوا في القناة يعني بتفاصيل الحلم او الرؤية اللي انت شفتيها وبتختلف بحالة الرأي فيعني لو بنت عزباء مثلا شفت في منامها فض غشاء بكارتها ده بيدل على ان ان شاء الله في سعادة هتنتظرها وفي فرحة قديمة اليها في الفترة المقبلة بازن الله او امنية بتتمنها تتحقق في القريب العاجل وان حياتها تتغير للاجمل والافضل فمسلا لو كانت بتتمنى الزواج ده بيبشرها ان شاء الله وشافت فض غشاء البكارة في المنام ده بيبشرها ان شاء الله بالزواج او في خطوبة قريبة باذن الله لو كانت بتتمنى وظيفة معينة ده بيبشرها ان شاء الله بعمل ووظيفة معينة باذن الله رؤية فض غشاء البكارة في المنام يعني للمتزوجة ده معناها الحب ما بينها وبين زوجها وان ما فيش مشاكل ما بينهم ويعني ربما ان هي تحصل على يعني على اللي بتتمنى وربما يبشرها ان شاء الله بحمل قريب باذن الله لو واحدة حامل شافت يعني فض غشاء بكارتها ده بيشير لتيسير وتسهيل ايامها القادمة بشرة لها بتحقيق امنياتها ومراضها باذن الله فض غشاء البكارة في المنام بالنسبة للبنت العزباء او المطلقة او الارمالة اشارة للزواج القريب قد تكون خير وفرحة قريبة هتحل على اهل بيتها اما عند المتزوجة فمعناها دي سعادة غامرها تشملها هي وعائلتها باذن الله رؤية فض غشارة البكارة المصحوب بسعادة يعني او بفرح او سعادة فالرؤية دي ليست جيدة يعني معناها ان فيه امر هيحصل دون ارادتها ورغبتها اما اذا كان مصحوب بالبكاء والصراخ ده بشارة خير اه وسعادة قادمة للرأية او الحالمة باذن الله فض غشاء بكارة العزراء في منام الرجل يعني لما الرجل لا يشوف في منام وفض غشاء بكارة العزراء ده يعني بيدل على قدرات على تجاوج الصعاب والمشاكل اللي بيواجهها باذن الله او ان هو ان شاء الله هيحصل على مكاسب او ان فيه ان شاء الله يعني ترقية في وظيفته او في عمله او ان شاء الرحمن الرحيم في تحقيق لامنية او شيء هو كان بيتمناه باذن الله او ان الرجل ده باذن الله هيتزوج من امرأة صالحة احباب الله اي ان كانت الرؤية او الحلم او المنام اللي انت شفتيه حاولي ان انت يعني تقربت ربنا عز وجل او حاول ان انت تقرب لربنا عز وجل لقدر المستطاع اذا كانت الرؤية غير محمودة حاول انت تخرج صدقة بنية دفع الرؤية لان الرؤية على جناح بعوضة متى وقعت يعني متى اولت متى يعني متى وقعت متى اولت بمعنى بمجرد انت ما تفصى يعني تحكي الحلم ده الحد ربما ان يقع تفسيرها فلازم اذا كان الحلم غير محمود نحاول ان احنا يعني منحكوش الحد علشان يفسروا ان نحاول ان احنا نخرج صدقة بنية دفع الرؤية ربنا بشركم بكل خير اتمنى لو اي حد عنده حلم او رؤية وعايز فصرها ياريت اجتبالنا اسفل الفيديو علشان نفسر لكم فاصر وقت ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان قناتكم توصى الاكبر خضر منكم من الناس واللقاء فيديو اخر والسلام عليكم ورحمة الله